اشتركوا في القناة محمد صالح طريق على أهمية تفعيل دور الدبلوماسي اليمني في الخارج بما يهدف إلى إعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من تحديات جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران على الشعب اليمني وهن آنائب الرئيس طريق والميتميني لهما ثقة القيادة السياسية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهما في خدمة اليمنيين في الصين والتركيا وبما يعزز من أواصر العلاقات ومجالات التعاون بين بلادنا والبلدين الصديقين استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد بالعاصمة المؤقتة عدن سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم حيث جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية وذلك في ضوء استمرار التصعيد لميليشيا الحوث الإنقلابية ومحاولاتها المتكررة لاستهدافها الأعيان المدنية في السعودية والإمارات وكذا جرائمها ضد الشعب اليمني وتداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة وإنهال انكلب الحوثي ووضع حد لتهديدات ذراع إيران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية وعدم التعاطي معها مع كل دعوات السلام وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن مع سفر البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أبنهايم التطورات الجارية في اليمن وتصعد الحوثي في المنطقة وفرص تحقيق السلام في اليمن وإلفت وزير الخارجية إلى همية الضغط على ميرشي الحوثي سياسيا وعسكريا وإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية مشيدا بهذا الإطار بمطالبة الجامعة العربية بذلك بعد تصعدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وطيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في البلادنا وتهديدها لأمن ودوال الجوار والملاحة البحرية ودان بن مبارك استهداف ميرشي الحوثي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بثلاثة صواريخ باليسية مشيرا إلى أن هذه الأعمال المخلة بأمن والسكرار المنطقة تصب في إطار الاستهداف الإيراني للأمن القومي العربي التقى وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم جرى خلال اللقاء مناقشة المسجدات الأمنية والسياسية على الساحة اليمنية وسعرضا تطورات في المحافظات المحررة مشيرا إلى همية زيارة السفير البريطاني إلى عدن وتنسيقه على أستقاء البريطانيين في دعم اليمن وإنهال انقلاب الحوثي كما تطرق وزير الداخلية إلى همية تنفيذ الشق العسكري والأمن لاتفاق الرياض وتشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيلات في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وإشار المجلس في جلسته المنعقلة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي إلى أن هذه الجرائم تهدد أمن المنطقة واستقرارها مشددا على الحاجة المرحة لتحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن وضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ونفت المجلس إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني في مختلف الجوانب انتهى الموجز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر